السلام عليكم درسنا النهاردة هو إياليك أكلري لواحق الملكية إياليك أكلري بير فارلان كيمة فيا نيا آيت قول دونو بيلدران أكلاردر بمعنى إن هي اللواحق اللي بتوضح لأي شيء أو لمن تعود ملكية شيء مقين زي ما أقول بنيم أربام سيارتي سنين تشانطان حقيبتك أونون قلمي قلمو بيزيم أفيميز بيتنا سيزين كادينيز قطتكم أون لرين تشجوك لري أطفالهم الضمائر الشخصية شكلها في الملكية بيكون على نحو التالي بنيم سنين أونون بيزيم سيزين أون لرين وعشان نعبر عن ملكية شيء معين للضمائر الشخصية لازم نضيف لواحق الملكية للكلمة ولازم ننتبه هل الكلمة انتهت بحرف صامت أو بحرف صوتي لأن شكل لواحق الملكية بيختلف فلو انتهت الكلمة بحرف صامت بيكون شكل لواحق كالتالي مع بنين بنضيف للكلمة أن ويا إم ويا أم ويا إم مع سنين بنضيف للكلمة أن ويا إن ويا أون ويا إن مع أونون بنضيف للكلمة مع بيزين بنديف للكالمة مع سيزين بنديف للكالمة مع انز بنديف للكالمة وطبعا بنضيف اي شكل من الاشكال الاربعة على حسب قاعدة التوافق الصوتي بنم اضم اسمي كلمة اض يعني اسم اخر حرف الصوتي فيها هو حرف ا يبقى هنختار اللغو حق التالية بنم اضم سين اضم لو كان اخر حرف الصوتي في الكالمة هو ايا اي بنختار اللحقة اللي فيها حرف اي بنم افين اف بمعنى بيت بنم افين بيتي سينم افين اونون افي بيزين افينيز سين افينيز اون لرن افلري لو كان اخر حرف صوتي في الكالمة هو او بيكون شكل اللحقة التالي بنم افن ما درستي سينم افن اونم افلري بيزين افلري سين افلري اون لرن افلري اما اذا كان اخر حرف الصوتي في الكالمة هو او بيكون شكل اللحقة التالي زي كلمات جز جز يعني عين آخر حرف الصوتي فيها هو أ هختار اللحقة اللي فيها حرف أ ولكن ناخد بالنا لو انتهت الكلمة بحرف صامت لكن الحرف الصامت ده هو الحروف دي بيتغير شكلها لما بضيف لها لحقة الملكية يعني الكا بيتحول إلى والتا إلى دا والتشا إلى جا والتا إلى با زي ما أقول كلمة يعني شرب كلمة كات يعني ورقة هيتحول حرف التا إلى دا وطبعا الحروف دي مش بتتحول مع ضمير وسبب أن الحرف اللي بيكون وراها مش بيكون حرف صوتي كلمة آيق يعني قدم الكاب تتحول إلى يومشا كاف هاقول بنيم آيهم سنين آيان ونون آياء بيزيم آيهمز سيزين آيانز ونلارن آياء إكي أما إذا انتهت الكلمة بحرف صوتي بيكون شكل لواحق الملكية كالتالي مع بنيم حرف م مع بنيم بذيف للكلمة م مع سنين ن مع أون س ويا س ويا س ويا س ويا س مع بيزيم مز ويا مز ويا مز ويا مز مع سيزين نز ويا نز ويا نز ويا نز مع أون لاري ويا لري مسيل بَنِمْ بَبَمْ بَبَا يعني أب بَنِمْ بَبَمْ ابي سَنِنْ بَبَان اُنُنْ بَبَاسِ بِزِيمْ بَبَمُزْ سيزِنْ بَبَانِزْ اونلarın بَبَالَرِ كده معنى قطة سنين كدين أُنُن كدسي بيزم كدميز سيزم كدينيز أُنْلَرِنْ كَدِلَرِي بَنِمْ وَزُم وَزُو بمعنى زُهْرِيَّ بَنِمْ وَزُم سنين وَزُون أُنُنْ وَزُوسُ بيزم وَزُمُوز سيزين وَزُونُوز أُنْلَرِنْ وَزُوْلَرِي بَنِمْ اُتُمْ سَنِنْ اُتُنْ أُنُنْ اُتُسُ بيزم اُتُمُز سيزين اُتُمُز أُنْلَرِنْ اُتُوْلَرِي دِكَّةَ دَلَامْ أَرْكَدَشْلَرِ لازم ناخد بالنا ان الكلمة سو سو يعني مية الكلمة دي بتنتهي بحرف صوتي ولكن شكل اللوحق الملكية فيها بيكون مختلف يعني بقول بَنِمْ سُيُمْ بَذِيف حَرْف يَ أَبْلِ اللَّحِقُ بَنِمْ سُيُمْ سَنِنْ سُيُنْ أُنُنْ سُيُوُ بِزِيمْ سُيُمُزْ حُقْرَتَكْ صَغِيرَ لَوْاولُتْ أُدْ 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 أَنْ كُتُشُكُكُ بِزِيمْ سَنُفِمُزْ بِيُكْ فَصْلُنَا كَبِيرُ سَاعتِنِيزْ كَاتْشْ كَمْ سَاعَتِكُمْ سِيزِينْ أَيْرَتْمَنِنِيزْ چُوكْ إِيِّيِّ مُدَرِّسْكُمْ جَيِّدْ جِدِّنْ أُنْ لَرِنْ إِيْفْلَرِيْ إِكِّيْ كَاتْلِ بِيُوتْهُمْ بِيُوتْهُمْ بِيُوتْكُونْ دُرِينَ وبكده يكون إنتهى درتانا النهاردة والسلام عليكم ورحمة الله